السلام عليكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع حل كتاب الدراسات الإسلامية قسم الفقه الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1444 هجريا ونبدأ بالوحدة الأولى من هذا الكتاب والتي هي بعنوان الدماء الطبيعية والدرس الأول في هذه الوحدة الحيد ما المراد بالحيد؟ الحيد كتب الله على بنات آدم خروج دم الحيد وهو ما يسمى بالدورة الشهرية بعد بلوغهن في كل شهر مرة واحدة وجاءت الشريعة بأحكام خاصة للحيد بما دل على أهمية تعلم الأحكام الفقهية المتعلقة بالدماء الطبيعية سن الحيد أقل سن تحيد فيه المرأة غالبا تسع سنين ولا تحيد قبل ذلك السن وينقطع عنها الحيد غالبا بعد سن الخمسين مدة الحيد تختلف من امرأة لأخرى قلة وكثرة فأقل مدة للحيد يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه سبعة أيام ما يحرم على الحائط؟ يحرم على الحائط أمور منها الصلاة يحرم على الحائط أن تصل الصلوات وديه القول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة الحديث أخرجه البخاري ثانيا الصوم يحرم على الحائط أن تصوم فرضا أو نفلا ويجب عليها قضاء الصوم قضاء صوم الفرضي لأن قضاء الصوم غير شاقة قال الله تعالى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر ثالثا الطواف بالبيت بالبيت الحرام يحرم على الحائط الطواف بالبيت الحرام وتبقى حتى تطهل ثم تغتسل وتطوف والدنيل قول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أبكي قال ما لك أنفستي قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت فهذا الحديث فيه دليل على حرمة الطواف الطواف الحائط حول الكعبة رابعا المكثو في المسجد يحرم على الحائط المكثو في المسجد والدليل قول أم عطية رضي الله عنها فأما الحائط فإشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلنا مصلاهم الحيط أي النساء فأما الحيط أي النساء التي عليها الحيط يشهد جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلنا مصلاهم أي المسجد ما يجب على الحائط بعد الطهر أي بعد التطهر من الدورة الشهرية يجب على الحائط إذا انقطع عنها الدم وطهرت أن تغتسل قبل أن تصلي والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي أي إذا أدبرت الدورة الشهرية أو إذا أدبرت الحيطة اغسلي عنك الدم أي تطهري وصلي قضاء الحائط الصلاة لا تقضي الحائط ما تركت من الصلوات المفروضة أثناء حيطها ولما سئلت السيدة عائشه رضي الله عنها عن ذلك ما بال الحائط ولما سألت السيدة عائشه رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنقوم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة أخرجه مسلم هذا الحديث والحكمة من ذلك لما في الحرج والمشقة لتكرار الصلاة وتعددها إذن الحكمة من عدم قضاء الحائد للصلاة هو رفع الحرج والمشقة لتكرار الصلاة وتعددها النشاط الأول بالتعاون مع مجموعتك ما الحكمة من عدم قضاء الحائد للصلاة إذن كما قلنا يا بنات الأعزاء أن الحكمة من عدم قضاء الحائد للصلاة هو رفع الحرج والمشقة لتعدد الصلاة إذن الحكمة من عدم قضاء الحائد للصلاة لرفع الحرج والمشقة عن النساء لتعدد الصلاة وتقررها في اليوم الواحد حكم قراءة القرآن للحائد الصحيح أنه يجوز للحائد أن تقرأ القرآن الكريم من غير مس المصحف فتقرأه حفظا أو من خلال كتب التفسير أو البرامج الإلكترونية والتطبيقات الموجودة على الهواتف المحمولة وغيرها أو تلبس قفازا على يدها وتمسك المصحف نشاط إثنان بالتعاون مع مجموعتك حدد الحكمة من إباحة قراءة القرآن للحائد فالحكمة من إباحة قراءة القرآن للحائد وذلك تقوية للأجر عليه وربما تعرضت لنسيان شيء من القرآن إذا كانت تحفظه أو احتاجت إلى القراءة في حال التعليم أو التعلم إذن في إباحة القرآن للحائد حكمة وهو الفوز بالأجر أو عدم تفويت الأجر في قراءة القرآن وعدم نسيان القرآن وكذلك إذا كان للتعلم ففيه إباحة إذا كانت المرأة معلمة أو تعلم القرآن إذن هذه هي الحكمة من إباحة مس المصعف أو إباحة قراءة القرآن للحائد هو عدم تفويت الأجر وعدم نسيان القرآن أو في حالة تعليم القرآن ننتقل بعد ذلك إلى التقويم ما الذي يجب على الحائد بعد الطهر يجب عليها إذا طهرت أن تغتسل قبل أن تصلي إذن هذا هو الذي يجب عليها يجب عليها أن تغتسل قبل أن تصلي ما الحكمة من أمر الحائد بقضاء الصوم دون الصلاة الحكمة أن قضاء الصوم غير شاق بخلاف قضاء الصلاة لتكرر الصلاة عدة مرات في اليوم الواحد إذن الحكمة من أمر الحائد بقضاء الصوم دون الصلاة أن قضاء الصوم غير شاق عكس قضاء الصلاة لتكرر الصلاة عدة مرات في اليوم الواحد هكذا عزيزينا قد أنهينا هذا الدرس ألقاكم على خير مع الدرس الثاني الاستحاضة والنفاس لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته